السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه اليوم سنتكلم عن آية الكشف وهي أسرع آية للكشف يعني تصبح ترى الأشياء بإذن الله في المنام وربما تسمع الأشياء أو ترى مباشرة على حسب طاقة كل أحد يفترق على الآخر على حسب النية وعلى حسب الطاقة الإنسان المهم قبل أن نتكلم عن آية الكشف أدعوكم أن تشاركوا معنا يوم السبت عليكم أحاول أن تشاركوا ذلك الفيديو مع الناس يعني شاركوا الفيديو مع الناس الفيديو المبادر لصورة البقرة إن شاء الله سنقرأ صورة البقرة خمس مرات يوم السبت ربما تكون المرة الأولى في حياتك الذي ستقرأ فيها صورة البقرة خمس مرات أنا شخصيا أول مرة في حياتك أقرأ صورة البقرة خمس مرات يعني قرأتها ثلاث مرات لم أصر خمس ولم أصر أربعة المرة الأولى في حياتك فاستغلوا الفرصة ودعونا نبرهن للشياطين وخدم الشياطين والإنس والجن وكل من يحارب المؤمنين دعونا نبرهن لهم أن نحن موجودون بإذن الله ونحن مستعينون بالله سبحانه وتعالى فدعونا نبرهن لهم فشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وشاركوا في يوم السبت إن شاء الله ومن لديه عذر شرعي أو لديه عمل ولا يستطع أن يقرأ يوم السبت يخصص يوم يقرأ في صورة البقرة وحده وكانية الجامعة ويوم السبت سترون الآن في الشاشة يعني سنتواصل بعضنا بعضا عبر العالم إن شاء الله سنتواصل طاقتنا ستتواصل إن شاء الله لأنه سيكون هدفنا واحد هو الخير على وجه الأرض بإذن الله فما لكم إلا النية وعقد النية والتواصل بعضكم بعضا ما آية الكشف؟ فهذه الآية من المجربة تكشف كل شيء بإذن الله تكشف لك ترى بالعين وتسمع بالأذن إن شاء الله ستقرأ تسعمائة مرة الآية سترونها في الشاشة الآية معروفة ستقرأ تسعمائة مرة وراء العشاء تسعمائة مرة مدة خمسة وأربعين يوما لمدة خمسة وأربعين يوما يعني في هذه المدة ستبدأ ترى أشياء وترى عوالم وسيكشف لك البصر سترى عديد من الأشياء وعلى حسب طاقة كل الإنسان وعلى حسب طاقة سترى الأنوار بإذن الله تسعمائة مرة كل يوم وراء العشاء لمدة خمسة وأربعين يوما هذا كل شيء ومن أراد أن يداوم عليها فإن يداوم عليها هذا كل شيء وأتمنىكم وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء ومس سلام تسعمائة مرة